الأمور هيديت بالنسبة لمنتخب مصر قبل ما تسافر ولسه الدنيا فيها مشاكل وفيها أداء وفيها تصريحات وفيها انتقادات وفيها هجوم وفيها زعل فيها حاجة كتير أوي بصوا كل هذا موجود بس انت هتغير حاجة يعني انت النهاردة القايمة اخترناها ولا ما اخترناهاش اخترناه هل ممكن تغير حاجة هل ممكن تضيف حاجة خلاص موضوع خالص سبق السايف العزيز ما بيقوله ما ورناش غير التدعيم المنتخب ما ورناش غير ان احنا اللعيبة اللي تم اختيارها دي نصك فيها نصك في كيروش نصك في اختياراته ما عندناش بقى ايه رفاهية ان احنا نقول لا اخد فلان ومتخدش فلان الموضوع ده عدة خلاص وهو المدير الفني اللي هيتحاسب وعايز اقول برضو حاجة تانية مهمة الناس كتير تقولك لو ما اخدش بطولة يمشي زي ما بيتقال انت بوكس العلم اللي بعدها بشهر انت هجيب من مديري فني اي ان كان هو ميل لو جبت يعني اقولك ايه جبت مثلا جورديولا مثلا هعمل ايه في شهر انت النهار ده هو اللي مش عارف حاجة ولا عارف اللعيبة ولا عارف امكانياتهم فانت خلاص انت رتضيت ان الكيروش ده هو اللي هيدير اللي هيكون على رأس القيادة الفنيان المنتخبنة في كاسة امه افريقية ومبعدها في كاس العاية ممكن اسعلك سؤال معنش انا احيان الاسلات دي بتبقى مزعجة للناس بس خلاص نبقى واقعين دي كرة تقدم يعني لو لا قدر الله ان شاء الله يا رب ده بيحصل وصعب انه يحصل خرجنا من الدول الاوخل هيكمل كيروش بطولة انا شايف انه يكمل يكمل بالاسف يعني سعيتها بقى هتبقى ايه هيكمل للاسف يعني فهي عارف انت هيكمل في كارثة طبعا نحن نخرج من دول الاسف طبعا هيكمل للاسف بس هتلاقي بقى سعيتها زي ما بيقولوا ايه لا اسمع بقى انت ماخدتش فلالة تعالى بقى اسمع انت مش عارف ايه لا وهتلاقي ضغط جديد لا بس هي بحقه طبعا يعني انا شخصيا انا شخصيا اكتر داعم للراجل من اكتر الناس اللي داعمة للراجل بس يوم ما يخرج لقدر الله من الدول الاول لا تعالى بقى لا طبعا وانا اقول لك الحاجة عشان دي اختياراتك بس هو مش منطقي الكلام ما هوش منطقي الخروج من دول الاول لان احنا اخلي بالك يعني ايه معنش احنا مش صوالين يعني كما احنا اكتر منتخب واخد البطولة دي احنا اكتر منتخب واخد البطولة دي احنا يعني منتخب عندنا دولات ينملك لعيبة هو على عهدته هو او وفقا لوجه النظر هو بيقولك ان احنا نملك لعيبة من افضل لعيبة في العالم هو اللي بيقول تمام فانت النهاردة كل دا وفي الاخر اختيارت انت وصلت الرفاهية ان انت سيب افشا وصلت الرفاهية انت سيب طريق حامد يعني انت معنى كده ايه ان اللي معك افضل منهم وانا وفقا لوجه نظرك اللي هندعمها اللي هندعمها يعني انا نهاردة لما اسيب واحد زي افشا معناها ان انا عندي صناعة علاقة افضل من افشا او عندي اثنين صناعة علاقة افضل من افشا معنا ان انا اسيب طريق حامد معناها ان عندي ثلاث دفندرات احسن من طريق حامد صحيح. ولا فيها كلام. أنا النهارده لما أجيسيب واحد زي علي جابر مثلا عندي اثنين ثلاثة مدافعين أفضل منه. أنا النهارده شوف بقى حجم اللعيبة المتسابة. يعني أنت ساب لما ساب مثلا حرز بحجم جنش بحجم عواد. إيبان عندي ثلاثة أربع حراس. وحماد ياسر ريان. وحماد ياسر ريان. وحماد كوك على رأيك. وحماد ياسر ريان. وهيسيب إبراهيم عادل. وهيسيب مرون حمدي. هيسيب اللعيبة اللي هو. وهيسيب محمد حمدي. يعني أنت هتسيب اللعيبة دي كمان. اللي هو مكان اختياراتك. ده معناه إيه؟ إن إنت اللعيبة اللي إنت واخدهم المفوض أفضل منهم. صح. فبالتالي لو إنت بقى مش مقتنع بكده. طب إنت عملت كده ليه؟ يعني إنت عملت كده ليه؟ فأعتقد لأ. إنت النهارده معاك اللعيبة اللي إنت اخترتها. محدش تدخل معاك. محدش فرض عليك حد. محدش تجي قال لك لأ لازم تاخد فلان. محصلتش. إنت عارف برضه وبصراحة يعني يستحق فيها الإشادة يعني. إنه مفيش مرة حتى لمح إنه معندوش مثلا لعيبة كبيرة. أو كواليتي اللعيبة قليلة. يعني فيك يوم داربين بيعملوا كده إنه يقولك لأ دي اللعيبة اللي موجودة في الده. وهي دي اللعيبة اللي في الكرة ده. دايماً تصرحاته حتى إيجابي. إيجابي. قالك إنه معايا أفضل لعيبة في العالم. كل سنة هيزعل مني حتى لو بمبابي طبعاً التحفيز والنو يحمل اللعيب. بص يا كريم أقول لك الحقيقة. أنا الكلام ماشي أفضل أسهل منه. فلي بيتكلم بشكل إيجابي أو اللي بيتكلم بشكل سلبي مع الفكر. هو ممكن يكون تصريحه تصريح تنوين مغناطيسي زي موسيماني كده. موسيماني يقول لك يا حيالة نهرب يد عليها بسندوانز. وكذبونا خمسة قبل كده. وهو يروح 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 ضريبهم أربعة. مثلاً. أو يجي يقول لك إيه 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 إذا دا احنا نروح للعب باير مينخ. وده احنا نفوض نتغلب تماني. فيتغلب واحد أو اثنين بس ويبقى بشكل كويس. يعني ما هو دي سياسة التصريحات دي سياسة. ممكن مدير فني يبقى عايز يدي اللعيبة طاقة إيجابية. وباور قوي قوي. لا أنت جامد. وبتاع هو شايفين دا السيستم أو النظام اللي ينفع مع العيبة بتاعته. ومدير الثاني يقول لك لا. أنا أحاول أقلل دائماً من فرقتي. وأحسس فرقتي إن هم إيه مش أفضل من فرقة الثانية. عشان اللعيبة زي ما بيقولوا تقدم أفضل حاجة. وفي نفس الوقت الفرقة الثانية هات إيه؟ تهمت. كل مدير فني وليه سياسة. أيا كان بقى سياسة كيروش إيه؟ ما يهمنيش. يعني أنت بتقول التواصلحات دي الإيه لأي سبب؟ أنت مقلنة فعلاً أنت معك أفضل لعيبة. أو أنت بتقولها عشان تدي ثقة للعيبة. كيروش إيه دعم كبير جداً على الفكرة. يعني كيروش مش مكروه بالفطرة. مثل حسان بدري مثلاً كانت حسان بدري. لا، هو الراجل زي ما بيقولوا. النتيجة مش كويسة هيبتدى الهجوم عليه. وإحنا على فكرة دي عادتنا كمصريين. زي ما بيحصل في الأهلي. زي ما بيحصل في الزمالك. شوف الأهلي هو. مسيماني كل مرة بس تشهد لك بالموضوع ده. مسيماني دلوقتي يكسب بطولة. يتشالفه الأعناق ومسيماني يحسن مدربه. بعدها يتعادل ماتش في الدور. ماتش فيوتر. يعني خد النهاردة السوب الأفريكي. كان أفضل مدرب والسياسة والنظام. وأفضل مدرب في الدنيا. بعدها يتعادل مع فيوتر. لا المسيماني يمشي وجابه فريرة مصر. ده مسيماني يمشي وجابه فريرة مصر كمان. أنا بتكلم طبعاً على الإشعاعات. ده ما حصلش طبعاً. إن خلاص مسيماني يمشي وجيه كمان بديله. فبالتالي لا إحنا في القصص دي لا. ما عندناش مرحمين إذا بيقول.